استشد أربعة مرضى في مجمع ناصر الطبية في خان يونس جنوب قطاع غزة جراء قطاع الكهرباء وذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة أن قرب نفاذ الوقود والحصارة الإسرائيلي يهددان حياة المرضى والأطفال الخدج في المجمع الطبية محملة لاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة المرضى والتواقم الطبية ونشدت المؤسسات الأممية كافة سرعة تدخل لإنقاذ المرضى والتواقم الطبية في المجمع وكانت قوات الاحتلال قد أكبرت إدارة مجمع ناصر الطبي على وضع خمسة وتسعين كادرا صحيا وأحد عشر من عائلتهم ومائة وواحد وتسعين مريضا ومائة وخمسة وستين من المرافقين والنزحين في مبنى ناصر القديم في ظروف قاسية ومخيفة بلا طعام وبلا حليب أطفال مع نقص حاد في المياه